الصورة ليست تمثيلاً وليست من سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كذلك بل هي لإحدى القرى التي تنعم بالاستقلال في جزائر العزة والكرامة فأن تقصد بانعدم قارورة غاز أو انعدم ماء صالح للشرب أو حتى طريق مهترئ ولم لا أكبر نسبة أمياء فإنك تقصد تماماً قرية عنس اللاوة في كل عام الوزر وكيميت روح ينوري كنغانترالية مكتوعاً كل عام خلص وربعة ملايين نجيبه كاز روحنا نجيب الكارنيت عجز معهنا للمدرهب القاز اللا ما يلحقش نحتاجه نمش ربعة كيلومتر فنجيبه قلعة على القاز ونجيبه هبه بربعة وشرين عالف وكاين اللي ما عندهش كالي يكري لوتو وكالي يطلع فقد دابة كاين كلهو كيفها ربعة كيلومتر الزلالي مساكن اللي جان ما بغاش يروحوا يقرأوا النام قالك بعيد علينا الحال مجلس بلدي لم يمارس مهامه منذ الانتخابات المحلية الفارطة بسبب الانسداد أبقى على حالة معظم القرى هنا مغيبة تعيش على أمل وعود لم تتجسد فولي الولاية الأسبق وعد بمنح هذه البلدية حصة الأسد من النصيب التنموي لكن لا شيء تحقق على أرض الواقع قمنا بإعداد بطاقة التقنية الخاصة بهذه المشاريع وقمنا باقتراحها لإنجازها في فورة توفر أرسدة مالية إن شاء الله إذن هو وقع تنموي مغيب فهل ستتحرك عجلة التنمية بهذه القرية ومثيلاتها بعد رفع شعار الجزائر الجديدة